السلام عليكم درس اليوم سيكون حرف اللام حرف اللام في أول كلمة حرف اللام في وسط الكلمة حرف اللام في آخر الكلمة في آخر الكلمة يكتب بهذه الطريقة ويكتب بهذه الطريقة درس اليوم سيكون حتى هستم حرف اللام يتصل بالحرف اللام بعدها عمل للمتادر حرف اللام ، فسط الكلمة التالياتي الأدرة تنتمي باقر ذاتي يتصل في الحرف الذي قبله تتصل بالحرف الزباده الحرف الغام في أخير الكلمة الأفضاء ي могут تتصلون في المستقبل لكن نا Beerيكي لا تتصل له بعض الأفضاء نعم? نحن نسيز قليل عن الجهراء الجهراء الم حرفو المحل أكبر نرحل من نترق على المترجم نحن نتسل نترق على المترجم نترجم على المترجم نحن نشأل على المترجم هذا ايضا السطرة الشهر هذا هو يوجدك في الفيتي فلا نبدأ هنا نبدأ نبدأ نصل معنلي بالفعل نذهب الى أخرج وليس نقوم بالفعل فقط نرحه ندخل 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 رويا الانين ونسوفان تجوره لشيما ده حرفه اللامه لتجوره وكي اسمي لطيفة اسمي لطيفة جو مابل لطيفة اسمي لطيفة والان سنقوم بوضع الحركات على حرفه اللام سنقوم بوضع الحركات على حرفه اللام لام لام لا فتح لا لام كسر لي لام ضم لو لام سكون ل لان لين لون لال لان لوا لاء لوا جيشان جيرا كولي روز الا كوليور الرجل رسولي راكولي روز كالي ديوه رويا لذا كوليور allora دهجور دي ام في ام في اشترك بل عديد تلو اشترك بل عديد او قم بياتو العرقه بل عدد اشترك بل عرنشان اشترك بل عمدي كاليدا شكرا يشترك بل عمدي كمي أريد أن أعطي هذه الأشياء لديها مجموعة كاليديا كم سيئة في إطالية أريد أن أعطيها لديها مجموعة حسنا الآن سنقوم ببعض الأمثلة أمثلة أمثلة حسنا أعطي حرف الأمثلة حسنا كما يقوم ببعض الأمثال أمثلة الأمثال وأنترى الأمثال وأنترى الزيجرة مجموعة تقوم ببعض الأمثال مجموعة ملعقة فجل فجل ملعقة تون ليمون فجل ليمون ملعقة تون فجل ليمون ملعقة تون ليمون ملعقة تون ليمون ملعقة تون سيدين ملعقة تون ليمون والمون واولا ليمون شكرا